درس جديد من دروس اللغة الإنجليزية يقدمه لكم مستر واجد نبيل من قناة دروس ببلاش فابقوا معنا أعزائي وحبيب وطلاب وطالبات سنة 3 عدادي الفيديو التالت في الواحدة الخمسة النهاردة إن شاء الله عندنا الفيديو الجميل ده عندنا مفردات أو كلمات نصوص قراءة واستماع ثم تدريبات على قناة دروس ببلاش في أول تعليق أسفل الفيديو هتلاقي رابط هتضغط عليه هيوصلك لقيمة تشغيل أو بليليست هيكون فيها كل الفيديوهات اللي تم تسجيلها الخاصة بتالت عدادي كمان قبل نهاية الفيديو بعشان ثانية هتظهر لك شاشة النهاية أو اند سكرين هرشح لك 3 فيديوهات مهمين جدا ممكن تشوفهم بعد نهاية هذا الفيديو مباشرة دايما هفكرك على قناة دروس ببلاش هنيرى كل حاجة أجزاء الريدنج أجزاء الليسنينج هنفهم الدرس كويس جدا بعدين هنحل تدريبات وبعتذر جدا على إذا كان صوتي ضعيف شوية كده بعد يوم دراسي مليء بالعمل يعني فاتحملوني لغاية ما الفيديو ينتهي وحاول طبعا بسجله مرة واحدة عندي لسنز 3 and 4 كي بوكابولاري طبعا مجموعة من المفردات في كتاب المعاصر صفحة 266 زي ما تعودنا أنا بقرأ لك الكلمة مرة واثنين باللغة الإنجليزية وطبعا هي بالعربي قدامك كي بوكابولاري بايوغرافي كرياتيو كرياتيو كريات كريات تورنامينت تورنامينت بابل بابل ميديكال تيم ميديكال تيم كونتست كونتست كومبتاتورز كومبتاتورز تشامبيونشيب تشامبيونشيب كورونافيروس كورونافيروس بانديميك بانديميك سبيكتيتورز سبيكتيتورز أورجنيزرز أورجنيزرز أب طبعا أب اختصار أبليكيشن ستاف أو ستاف الإنجليز ينتقوها ستاف الأمريكان ينتقوها ستاف تشامبيونز 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 زي وينرز كده نفس المعنى بعد كده نبدأ كلمات الدرس الثالث بانديميكييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي طبعا اذا كانت تبقى تاست والماضي تاستد وطبعا اذا كانت نون لو ايه اختبار وكلمة اختبار بدون همزة لهن دي الف وصل طبعا مدرس اللغة العربية يعرفوا الكلام ده كويس جدا وانت طالب في تلتعداد بقى عارف الف الوصل وهمزة القاطع وهمزة وصل الحاجات دي كلها فاينال فاينال انكريدابل انكريدابل افريكا كاب او نيشنز افريكا كاب او نيشنز سكسس سكسس فيوورز فيوورز نيك بعد كده نكمل عندنا جزئية كونترز اند سيتيز كونترز اند سيتيز يعني دول ومدل ايفريكوست ايفريكوست جابان جابان ابيتجان ابيتجان دي مدينة ابيتجان دي طبعا في دولة ساحل العرب ايجيبت ايجيبت كايرو طبعا دي سهلة كايرو بعد كده طبعا الدرس ده من اول ما بدأنا ناخد زمن المدارع التام وطبعا الجزئية التصريفة الثالث مهمة جدا عندي لورن لورند لورند تخلي بالك دي لها ماضيان وبالتالي هيكون لها تصريف ثالث اتنين لورند ثالث اتنين صح بعد كده هولد هالد هالد نكمل مع بعض ادرس هذي التعريفات وانا كل مرة بقولك ادرس هذي التعريفات مش تعفز هذي التعريفات علشان سؤال ايه بتيجي في سؤال شوز عندي ااب اتيجي تسألني يعني ااب اقولك تطبيق طب التطبيق اللي هو ده برنامج كده بتستخدمه على الكمبيوتر او الموبايل بتاعك وبالانجليش احنا بنقول ان هو ده سمو التطبيق اما كلمة يعني منافسة او مسابقة طبعا ده بيبقى حدث يعني حدث بيكون الناس بيتباروا فيه او بيحاولوا انه يكونوا افضل في شيء ما او في لعبة معينة كوريات طبعا يبتكر او ينشئ طبعا ده البرب يعمل حاجة جديدة يعني كورياتف يعني مبدع او مبتكر مبدع او مبتكر طبعا واحد يبقى يقولك سموان از كورياتف او كورياتف برسن يبقى بيكون يعني ايه كويز او جيد في التفكير في او ابداع او خلق افكار جديدة او طرق جديدة لفعل شيء ما بعد كده عندي هنا اه طبعا في عندي وورد وعندي شورت وفورب بنقولك بيستخدم غالبا سيغ قصير لبعض هذه الكلمات يعني بدل ما تكتب اابلكيشن تكتب اابب بعتلي اابب ااب ومجمعها اابس اابلكيشن اابب ماثيماتيكس ماث تليفيجين تي في فوتوغرافز فوتوز طبعا ده صيغة مختصرة وبنستخدم ده اكتر يعني بعد كده اير بلين اير بلين يعني طقرة بنستخدم ايه بلين طبعا انت عايز تستخدمها الصورة الكاملة ماشية اه يعني اكتبها بس اكتبها صاحقا لبالك بعد كده عندي اللي هي متلازمات لفظية متلازمات لفظية بيبقى عندي كلمة زي take زي have زي do زي get زي set دول طبعا بيبقى معهم كلمات اخرى بيكون زي expression معين كده يعني عشان كده ما بيترجم لكش take لوحدها لان لو سألتني take يعني اقولك take يعني يأخذ عكس give ولكن هنا مش هنقول يأخذ هنا لما اقولك to take a boat يعني يستقل للقارب to take a bus يستقل للوتوبيس to take time يعني يستغرق وقتا وهكذا عندي have يعني يتناول have يعني يقوم have يعني يمتلك وهكذا to have a tour يقوم بجولة في مكان ما to have lunch يتناول بجبة الغداء to have breakfast يتناول بجبة الفطار وهكذا طيب نكمل هذه الجزئية عندي win win يعني يكسب win يعني يربح win يعني يفوز طيب عندي win a prize for a poem طيب عندك يفوز بجائزة لقصيدة بنقول عليها to win a prize for a poem يعني طبعا خلي بالك من انا عايزة عايزة لك تركز قوي 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 على حروف الجر دي اللي هي هنا for اي حاجة في حروف جر كده خلي بالك منها بعد كده to win a medal واحد يسألني ايه مستر فين to بقى اي حاجة بقى المفروض يبقى حطينها to عشان يجي بعدها الفعلة في المصدر اللي هو win يعني اي حاجة تبقى مصدر عشان ما تبقاش امر يعني win a prize خلاص نحن قلنا الاولانية وبعد كده to win a medal يفوز بميدالية to win a cup يفوز بكاس بعد كده create يعني يبدع او يبتكر لما قولك to create an app يعني يبتكر تطبيق or to go home يذهب للمنزل go shopping go snorkeling طبعا go لانها صولات وجولات مع go بعد كده نيجي لحاجة مهمة جدا reading and listening على قناة دروزبلاش القناة الوحيدة في مصر اللي بتقول كل اجزاء reading وكل اجزاء listening وانت متأكد وانت عارف كان دا كويس عندي اجزاء reading on lesson 3 as be page 48 عندنا هنا آية خلي بالك عندنا آية وجودي معرفش هنا جودي اتظهر في الخريطة ولا لا خلينا مع آية دلوقتي يعني صديقاتي آية على استبر النجودي اللي بتتكلم يعني دايما بتحب كتابة القصص والقصائد when she wants six لما كان عندها ست سنين she won a prize for a poem يعني كذبت جايزة لقصيدة she wrote كتبتها يعني she has already طبعا already ويت انا اخدها في جزئية الجرامر دي جزئية مهمة جدا 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 she has already written a book of stories كتبت مجموعة او ختاب من القصص now دلوقتي she is writing her second book بتكتب كتابات تاني but she hasn't finished it yet but she hasn't finished it yet لم تنتهي من كتاباته بعد وكلمة yet وكلمة already هيكون لي انا صوالات وجوالات في جزئية الجرامر she really likes to be creative هي بجد يعني انا عايزة تبقى مبدعة she has played the guitar خلي بلك played هنا عزفت او بتعزف على الجيتار واستخدام ذا قبل الالات الموسيقية she has played the guitar for three years now يعني بتعزف الجيتار لغاية دلوقتي اللي مدت ثلاث سنين لغاية دلوقتي she has played in two concerts already طبعا الابوستوفي هنا اختصر has she has طبعا تكون المدارة التام هز او هم وتصريف الثالث طبعا دي مش she is عشان لو قلت لك ارا متقولش she is played لأ ازعل منك حبيب قلب اما ليه she has played into concerts already يعني اشتغلت او عزفت في حفلتين موسيقيتين بالفعل she felt very nervous but she was amazing يعني كلمة nervous هنا هي متوترة مش عصبية خلي بالك يعني شعرت انها كانت متوترة كده لما بتعزفها حاجة جامدة بقى much she was amazing ولكن كانت ارا i would like to volunteer to teach writing and music to children one day يعني حابة تتطوع كلمة volunteer هنا هي تطوع خلي بالك فعل انها بتدرس القراءة الكتابة والموسيقى للاطفال في اون ما her other dream الحلماء الاخر is to create an app to help children learn يعني تخترق تبتكر تطبيق اللي هو يساعد الاطفال انه يتعلموا يعني she has not been urban to another country ما رحدش اي بلد تانية لغد الوقتي باط ولكن there are lots she wants to visit يعني في كتير الاماكن عايزت تزورها يعني maybe we can go traveling together يعني ممكن في يوم الايام go traveling يعني ايه انه تسافر ايه نسافر سويا together خلي بالك الكلمة دي اسمه together واليوم يعني today today together اه انت صح طيب بعد كده عندي عنليسن فور اس بي بيج فيفتي عندنا اه طبعا 31 يناير 2021 بداية هذا العام هنشوف بقى طبعا عندنا الكورونا فيروس بقى والشغلانة ولا احنا عايشين فيها دلوقتي عندنا انا the medical team the medical team الفريق الطبي الفريق ايه الفريق الطبي نشوف بعد كده الشخصيات الجميلة دول عملوا ايه وفين وليه والقصة دي today اه جت لنا today اللي كنا بتتكلم فيها دلوقتي شوي today the 2021 world men's handball championship in e جيبت فينش دي النهاردة يعني مسابقة الهندبول الكرة اليد للرجال خلي بالك انتهت طبعا كانت حاجة حدث رائع في مصر it has been the biggest handball tournament ever يعني كان افضل دوري او مسابقة اتعملت وخاصة في جو الكورونا فيروس the Egyptian team did an excellent job and reached the quarterfinals يعني الفريق المصري قبل بلاء حسنا وادى اداء رائعا ووصل الى ربع النهائي خلي بلك the quarterfinals اللي هو اخر تلات فرق يعني بتتبه كل التمن فرق كل اثنين لعبوا مع بعض اسمها quarterfinals there were over 600 competitors from 32 countries يعني كان هناك 600 متنافس من اتنين وتلاتين دولة بعد كده they have played over 100 games and scored more than 5500 goals يعني لعبوا حوالي 100 مباراة واحراز تم احراز 5000 وخمس وميت هدف at all of this was during the coronavirus pandemic دا كل دا كان اثناء اثناء جائحة ووباء فيروس كورونا many people said it was not possible يعني في ناس كانت بتقول ان دا مش ممكن يعني ما كانش يبقى سهل ان احنا نامل حاجة دي مط ولكن the contest المنافسة المسابقة يعني جبتها has been fantastic كانت رائع the medical team الفريق الطبي حصل بقى عمل ايه have خلي بالك انا قلت لك have لان تيم هنا تعمل معاملة الجامعة واشرح لك دلوقتي ليه بعد شوية كده استناني بس have worked for months of months to make the tournament safe يعني عملوا لشهور كثيرة علشان يعني يخلوا الدورة دي نجاح او المنافسة دي او المسابقة في البداية there haven't been any spectators في البداية خالص ما كانش فيه اي ايه اي مشاهدين لهذه الدورة يعني also ايضا the players and the staff or staff كل اللعيبة والطاقم have bad have had tests for coronavirus خلي بالك فور دي افكرك بيه عشان نستخدم حرف الجر في التدريبات في اخر الفيديو خلي بالك خليك معنا من الاخر يعني قاموا بعمل اختبارات كورونا فيروس كل 48 ساعة players and the people working at the tournament have used for hotels and stayed inside this bubble يعني عايز يقولك ان اللاعبين والناس اللي كانوا بيشتغلوا في المنافسة دي والمسابقة دي استخدموا كان فيه اربع فنادق واعدوا ليلا ونهارا خلي بالك بابل يعني فقاع يعني عايز يقولك ايه يعني مكرسين نفسهم وشغلون كلهم لهذه الدورة these hotels all have a health center and every team has had a doctor to work with them يعني بيقولك ان الفنادق دي كان فيه مركز صحي وكل فريق كان عنده دكتور ليشتغل معي lots of cleaners have work day and night to clean the stadiums and the hotels make them safe يعني كثير من العمال اللهم بنضافوا يعني يشتغلوا ليلا ونهارا ونضافوا الاستادات والفنادق لكي يجعلوها يعني عشان يخلوا الموضوع يمر بطريقة آمنة يعني بيقولك اني الطاقم الطبي ده كان يعني ما بين من وزارة الصحة ووزارة الشباب وإيه وزارة الشباب ورياضة خلي بالك كل ده بنستخدم المدارع التام خلي بالك حبيبي لاني لسه فيه درس جرامر آمنة بيقولك اني اللي هو يعني عملوا عمل رائع لدرجة ان المنظمين ان المنظمين اللي هو في اولمبياد اللي كانت في اليابان اللي جات بعدها يعني طلبوا منهم طلبوا منهم النصيحة ما شاء الله بقى what an amazing achievement يا له من انجاز رائع نكمل مع بعض كذبت مصر كأس الأمم الإفريقية سبع مرات that is a fantastic or an incredible achievement هذا انجاز رائع هائل in 2023 سنة 2020 إن شاء الله عليك بالخير يعني the contest or tournament المسابقة دي will be ده في مستقبل خلي بالك هاتبقى in ivory coast في ساعة العاج who have already been winners champions or twice before يعني اللي كان كذبة المسابقة دي مرتين بعد كده the players the players اللي هو competitors اللي هو المتنفسين will be from 23 other countries and the games will be in six different stadiums يعني بيقولك ان المسابقة دي ان شاء الله يعني دورة اوكاس الأمم الإفريقية هيكون مشتركين في 23 دولة وهيكون في ست استادات مختلفة the biggest stadium بارستات بقى هيكون ايه لوان ان ابجان اللي هو في ساعة العاج holds بيسع خلي بالك هنا كلمة holds يعني يسع 60,000 people or spectators يعني المشجعين واللي بتفرجوا على المتشان دي 60 ألف شخص the organizers والمنظمين او المنظمون على حسب موقوعه في العرام are sure متأكدين that it will be a great success انه سوف يكون نجاحا باهرا نيجي بعد كده او بتعمل ايه يا هايثم ده هايثم ده لو تعرف قصت هايثم ده هايثم ده حبيبي ده بصوا بقى هايثم لعن 18 سنة عمل لنا ايه انترفيور 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 طبعا عندنا انترفيور وعندنا هايثم طبعا عندنا سؤال واجابة المتحدث مع هايثم بيقولوا هايثم 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 انت 18 سنة وابتكرت بتطبيق يعني اوه 18 سنة الله الامور ده 18 سنة هايثم بيقوله خلي باكده جملة في الماضي البسيط بعد كده انترفيور بيقوله طب انت الاب ده بيعمل ايه بيشتغل عليه قال له والله يا مش عارفين اللي باصلا يعمله اللقاء يعني هايثم بيقوله يعني ده تطبيق بيساعد الناس انه ينظموا شغلهم يعني واجباتهم المدرسية والواجبات بتاعت البيت يعني بيقولك انا كنت بحتاج ان كل شغلي وكل الجداول بتاعتي انها تبقى في نفس المكان يعني على موبايل يعني عشان كده عملت الحاجة دي عشان تساعدني ثم يعني زمالي عجبهم القصة دي الله اه تعمل لهم ابليكيشن بقى وتنزلوا على بلاي ستور وتكسب من وراء فلوس بقى مولي يعني خلي انا قررت ان بعض الناس انهم ما يستخدموا ايضا وتقولهم اسم الابليكيشن وبعد كده ينزلوا ويحملوا وتكسب فلوسين تبقى يا هايثم انتروفيور انتروفيور انت ممكن نستخدمه هايثم بقولهم بيقولهم اهد ان افيو تنزلوا يعني الناس يستخدمها في قليل من المدارس وممكن تستخدمها دلوقتي بعد كده انتروفيور ها قمت ب هو يعني اه ابتكرت اجهزة يعني اه اه تطبقات تانية قال لسه بقى لسه 18 سنة يعني كويك فعليك ده دلوقتي قال له نو اي هابنت يت تأتي في نهاية الجملة المنفية في زمن المدرع التام بط اي هاف لطس او ايديز عندي افكار كثيرة انتر فيور هاب يو جوت اي جوب ات اي بيك تكنولوجي كامبوني يت طبعا انت طب انت قلت لك وظيفة في شركة تكنولوجيا كبيرة انتقال لسه حسنا واي اي جايفا لو طمنتشر سنة اي جاد يا راقل طمنتشر سنة وشركة كبيرة و كي Bird مش لما يدخل الجامعة الاول هاي ثم؟ you know not yet اي مستخدم اي انا كنت تخبرت عليه عن اي 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 مستخدم لتغيقظ والمدرسة لسه هروح اي اه رجوعه على الجامعة نيجي بعد كده ركز معايا كل اجزاء الريدنج احنا قلناها بس شوية ملحظات مهمة جدا خلي بالك ما تجريش الفيديو في ناس انا حد اقل كده يا مستر واجدي الفيديو لما بيبقى طويل انا بجري الفيديو بتجري الفيديو ليه كل معلومة احنا بنقولها مهمة احنا مش يعني مش قاعدين نرغو وخلاص يعني ولا نقضي شعرك كل حاجة مهمة عايز تجري الفيديو جري الفيديو براحتك مش هتستفيد هنا عندي الاضيينس دي ناون دي اسم اللي هو يعني بيبقى جمور مسرح سينما يعني اوى عرض كده هنا ده ميزيك شو عرض الموسيقي كان مميل لذلك الاضيينس اللي هو الجمور ده اللي هو اللي كان في المسرح او السينما were not content content يعني content يعني happy ما كانش مبسوطين اما كلمة viewers اللي هو متابعي او مشاهدي ونحط نقطتين تحت الياه هنا ونقطتين تحت الياه هنا متابعة ومشاهدة تلفزيون 60% من مشاهدي القناة تلفزيون prefer romantic films يفضلون الأفلام الرومانسية نكمل عندي spectators spectators يعني جماهير بيكون في الملعب زي مثلا كرة القادم كده فيه ستين الف بتفرجوا على ماتش معين مثلا اقول لك today there are 60.000 spectators in the stadium فيه ماتش مثلا الاهل والزمالك مثلا يوم الجمعة الجاية ان شاء الله يكون بس يكون فيه ستين الف صحيح ده زمان بقى الموضوع ده ما علينا today there are 60.000 spectators in the stadium فيه ستين الف من جماهير لكرة القادم أما كلمة unlockers unlockers يعني مشاهدي أو متابع حدث أو واقع خلي بالك بتعملش وتجريش الفيديو والكلمة دي أول مرة تشوفها انت أكيد يعني unlockers ده حد يكون ايه مثلا في حدثة أو واقع حصلت مثلا في الشارع أو في مكان معين الناس اللي بتعطي تفرج بقى وتعطي تشوف مين درب مين ومين قتل مين والمين اللي مات ومين اللي صحي دول اسمهم unlockers ممكن هنا عندك مثال there were many unlockers at the scene of the accident يعني هناك يعني كان فيه عديد أو كثير من المشاهدي أو متابع الحدث دي فيه على مصرح الحادث أو ممكن نقول جملة تانية جملة دي من عندنا بقى the crime scene was surrounded by police journalists and unlockers يعني مصرح الجريمة كان محب البوليس بقى والصحفيين والunlockers اللي أنا قلت لك عليها عني بعد كده volunteer volunteer ممكن تبقى verb أو noun امتا verb وامتا ناول على حسب الجملة امتا شوف الجملة volunteer volunteer دي دي بقى فعل he has volunteered to help the disabled يعني هو قد تطوعه لهو يساعد المعاقين أو المقعدين خلي بالك الابوستر فيه هنا اس اختصار has علشان دي تبقى جملة في المضارع التام طيب بعد كده volunteer as a noun he works as a volunteer in that charity بيعمل كا متطوع كا بعد كده عندي تيم كلمة تيم دي فريق ممكن يتبقى فعل مفرد أو جمع على حسب نعرف ازاي على حسب الجملة لما انت تقول my football team is الاهلي اللي هو my favorite football team is الاهلي مثلا فريق المفوض الاهلي انا ممكن اقول لك my football team is الزمالك ما حدش ما تعملش dislike على الفيديو خلي بالك عشان الزمالك my football team is الزمالك يبقى هنا بتتكلم عن الفريق ككل قصي انت مش تنفع تقول my favorite football team are الاهلي ولا are الزمالك يعني ما قال لك ايه بقى ده نتعامل عن الفريق ككل اما كلمة team لما تعبر عن كل افراد الفريق بنقول the team are happy الفريق سعيد يجيب لك جملة بقى او جزء تاني من الجملة they have won the cup هما كذبوا الكاس يبقى دول they they اللي هما مين اللي هما الفريق الفريق اللي هو ايه اللي هو ايه الجملة نكمل بقى عند staff و crew staff و crew طبعا عند staff هنا يعني يعني ممكن تقول staff المدرسين school staff هيئة المدرسين و teacher staff اللي هو هيئة عاملين مدرسة شركة منظمة دايما الجملة the company staff are working hard to achieve more and more success يعني اللي هو الهيئة العاملين في الشركة دي بيعملون بجد ليينجزون الكثير والكثير من النجاحات اما كلمة crew يعني طاقم العاملين ما سيمكن تقوم على متنة طائرة على متنة السفينة يعني و طبعا دي كلمة مفرد the crew on the ship is hard working نيجي بعد كده كلمة pandemic pandemic يعني جائحة virus او انتشار وتفشي مرض في جميع نحاق البلاد والقارات يعني مش لازم تبقى covid-19 يعني ممكن تكون حاجة تانية بس احنا خلينا عايشين في الوقت احنا اللي عايشين في دا دا covid-19 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 كوفيد برضو عشان الناس اللي هي ايه يعني co-corona l-v virus corona l-vi virus وبعد كده l-d disease يبقى covid-19 coronavirus disease عشان لو انت ايه نخطهم على بعض تده بقى c-o-v i-d covid-19 became a pandemic when it spread all over the world دي يعني covid-19 دي اصبحت او يعني جائحة اا لما عندما انتشرت كلمة spread هنا انتشرت حول العالم عندي olympic و olympics خلي باك دي انا فيها s كلمة olympic دي صفة خلي بالك هنا تبقى خاصة بالالعاب الاولمبية we need to care more about our olympic athletes يعني احنا بنحتاج ان نهتم يعني كثير من اللعيبة اللعيبة الرياضيين عشان نستثمرهم اما اما كلمة olympics يعني دورة الالعاب الاولمبية صوتي ضايعي ولا ايه مش عارف اكمل نكمل خلينا على طول المرة واحدة olympics يعني دورة الالعاب الاولمبية او يكتبها شخصا اخر واحد يكتب سيرة ذاتية يكتب كتاب عن حد خلي بالك عن حد مش عن نفسه لان لو عن نفسه يبقى حاجة تانية طبعا عندنا بايوغرافي دي خلاص واحد يكتب سيرة عن حد تاني يعني الكتاب ده بيدينا سيرة ذاتية عن كل الرؤساء اما كلمة autobiography كلمة او اصلا يعني ذاتي كلمة اوتو يعني ايه يعني ذاتي بعد كده عندي هنا ايه بعد دي سيرة ذاتية بيكتبها الشخص يعني يكتبها الشخص عن نفسه يعني لاني جاي من اوتو يعني ذاتي واحد بيكتب كده عن كتاب عن نفسه هو يعني بعد كده عندي كومبوتشن كونتست تورنامين تشامبينشيب عندي كومبوتشن كومبوتشن هنا زي كونتست يعني منافسه طبعا بتكون بين اشخاص ومنظمات شركات كده يعني على حاجة معينة يعني في منافسه بين كبير ايه بين شخصين اللي من يحصل على الزيبة اما كلمة كونتست يعني مسابقة غنائية يعني بتكون غنائية عن الجمال البيوتي وكذا او نزاع شخص يعني تورنامينت بقى يعني مسابقة ودور رياضي بيبقى مجموعة من اللاعبين وفرق بنظام الخروج المغلوب اللي يتغلب يتفضل مع السلامة اللي يكسب مكمل معنا يعني بنعمل دوري كده ومسابقة في المنطقة بتاعتنا في الحي يعني كل سنة في المنطقة بتاعتنا متكملين مع بعض خلي بالك نفذ الفيديو يعني بطولة او مسابقة يعني فريادة معينة الوصول لاحسن لعب او فريق اللي هو ان كأس العالم لكرة القدم يعني طبعا دي جملة سهلة بتاع اما كلمة شامبيون شامبيون يعني بطل ايه شامبيون يعني بطل رياضي البطل رياضي نقول مسلا ايه ممكن يكون يعني يعني كسب دور ابطل اللي هو اوروبا طيب بعد كده عندي مش عايز اكتزام الفيديو خلي بالك اي حاجة فيها حرف جر حطي لي عليها دايرة او خط كده وانت قاعد مسك كتاب المواصر كده وخلي بالك لو حسيت ان الفيديو من الوضوح درجة الوضوح عندك مش قوية زبط عندك من وعمل عندك فول اتش دي اور اتش دي اور سبعمية وعشرين بي انت هتلاقي العملية كده يعزف فيه فرقة موسيقية قد ان play استخدام كلمة يعزف واستخدام ذا قبل الالات الموسيقية في نيرفز يعني يشعر بتوتر مش عصبي زي ما احنا قلنا في الريدنج نسافر سويا في المسابقة ان خلي بالك مش كل في تبقى ان تست ذا بلا يكشف عن كورونا فيروس يختبر اللي عابين اختام فور عشان نسألك فيها بعد شوي اطلب النصيح اكثر من 600 متسابق من 32 دولة يعمل لشهور مش ميك ان كريدبل جوب ان تيفي يعني في التلفزيون وبعد كده ان كمبيوتر على جهاز الحاسب العين خلي بالك مش كل ان يعني على ومش كل ان يعني ايه يعني في نكمل هذي جزيه خلاص هانت بقى هنحل تدريبات يا منستر بعد شوية بقى عندي يعني ليلة عندي طبعا خلي بالك ده حروف جر كلها دي يعني يمكث في نفس الفندق يعني يسافر الى دولة اخرى عندي يعني في النيل خلي بالك مش النيل عشان لما اجسألك بعد كده ما تقول لش النيل اه اه انا عارفك هتغلط فيها دي لان دي معرفش انا تقابلنا فين اصلا في التدريبات يعني بس انا يعني عندي اكسرسائز النهائيات عندي عندي ويود لايك تو ثانك اول او ذا سب الان عارف ان في آف تا عندي فاينلز اوووردز عندي ستاف عندي كرو طبعا هنا جوائز وفاينلز نهايات وعند ستاف يعني طاقم وعند كده كرو يعني طاقم دي بس هنا خلي بالك لازم استخدم خلي بالك برضو انا مش عايزة اترجم الكلمات كلها لان انا قريتها لك كلها او هي كلها قدامك عشان برضو الفيديو عشان ايه لان الموضوع كده بدأ يطول شوي نمبر 2 there were nearly 90,000 in the stadium and they all enjoyed the match في 90,000 ايه في الستاد وستمتعب المباراة medals spectators players competitors طبعا spectators بعدك نمبر 3 our dream is to space mini apps to help children learn يعني حلمي ان احنا نعمل mini apps write play create win طبعا هنا create بعدك نمبر 4 our end space is the life story of a person written by someone else عن طريق حد اخر يبقى biography poem tale autobiography طالما عن طريق حد تاني يبقى biography بعدك نمبر 5 we need space thinking to make that new app طبعا we need ايه احنا محتاجين ايه التفكير كده ابداعي impossible creative amazed small طبعا هنا ايه creative بعدك نكمل ايه هذه الجزئية عند نمبر 6 our school has a chess space every year يعني مدرساتنا فيها كل سنة بقى pandemic success app tournament طبعا دي ايه تورنامينت ايه every year بعدك نمبر 7 there are only eight teams left فيه تمان برق بقى التمانية ده ربعا فايدنا ربعا نهاية بقى عندك this is the space final the half quarter past the third طبعا دي quarter final بعدك ايه or n space is is something you can use on your computer or phone طبعا دي سالة competition app tournament biography طبعا هنا app بعدكدا عندي number nine there were over six space 600 from 32 countries in the 2021 world at the main handball championship can face it to meet ايه بقى لو من 22 دولة مختلفة spectators competitors bubbles articles طبعا هنا ايه competitors بعدكدا نمبر 10 she won a gold space in the 900 or 100 sorry 100 maya سباق 100 متر يعني metal metal model bubble طبعا هنا ايه metal كسبة الجيزة الزهبية يعني بعدكدا نكمل عندي 11 i'm proud of my parents space in the life انا فخور بايه بقى انجزت بقى بابا ومام بابا ربنا يخلهم لك spectators organizers instruments uh achievements طبعا هنا ايه achievements طيب يبقى عندنا هنا الاختيار ايه الاختيار ايه الاختيار دي الاختيار ايه دي بعدكدا عندي هنا نمبر 12 the space are a set of international sports competitions that happens that happen once بتبقى مرة واحدة كل اربع سنوات عندي olympics staff عندي championship عندي اه tournament طبعا هي الاولمبياد بعدك ايه نمبر 13 ماجدي عقوب work space as a surgeon يبقى يعمل كه خلي بلك ارجع بقى الصفحة انت لو رجعت اصلا صفحة كام صفحة اه ماتين اتنين وسبعين وومتين اتنين وسبعين هتلاقي الحاجات دي ماجدي عقوب work as as a surgeon work as بعد كده عندي هنا اه اه الجملة اللي اقولتك عليها مشوية they went on a voyage space the طبعاً in, on, down, out هنا on the night أو هتقول in the night أزل منك 15 يعني الزباط الشرطة بيعملونا ليلاً لكي يحمونا عندنا in, on, by طبعاً هنا a by night بعد كده عندي for, at, from, boy طبعاً هنا ايه عندنا ايه for نكمل مع بعض الفيديو مرة واحدة بنسجله على مرة واحدة vocabulary study عندي مترادفات ومتضادات synonyms and antonyms السنonyms المرادفات أو المعاني الانتنمز المضادات أو العكس عندي شوات حاجات مهمة بقى عندي contest كلمة contest يعني طبعاً عندنا الجزئية دي ايه حبيبي عندي الكلمة ومعناها دي وبعد كده المضاد عندي contest or competition نفس المعنى طبعاً في ملهاش مضاد يعني احنا ممكن نبتكر يعني نخترق مش نخترق يعني لأ مش هنقول غلا حاجة غلط يعني لكن انت المسابقة أو المنافسة أو النزاع ممكن نقول ان هو مثلاً فيه كلمة كلمة indifference يعني لا مبلاء أو كلمة satisfaction كلمة satisfaction يعني عدم الرضا يبقى كلمة indifference indifference او satisfaction satisfaction s-a-t-i-s-f-a-c-t-i-o-n satisfaction عندي competitors players opponents مفيش مشكلة اللي هو ايه helpers المساعدين العكس بتاع بعد كده عندي staff staff يعني طاقم staff or workers بعد كده عندي هنا big large access mall and the champions and the champions up tall winners losers and the clean you nazif wash make dirty and the incredible رائع أو لا يصدق عندي fantastic or really good كل هذا معاني terrible يعني فضيئ أو رهيب عندي nobody بتسوي no one no person يعني طبعا everyone العكس عندي prefixes and suffixes خلي بالك المقاطع البديئة والنهية طبعا ال prefixes هي حرف أو اتنين أو تليتة أو اربعة بيجي في بداية الكلمة ويبقى لها وظيفة معينة الوظيفة دي قد تؤدي يعني الوظيفة احنا بيقولها كل مرة ال in as a prefix تبقى بديئة بتعطي المضاد يعني credible يعني رائع sorry credible ال incredible يعني رائع طبعا الكلمة ايه دي بتضيف أو تجيب عكس المعنى عندي im بتضيف العكس الصفة يعني كلمة possible يعني ممكن ولكن impossible يعني ايه مستحيل يبقى ال im أو ال in دي prefixes نيجي بعد كده عندي هنا الصفكس عندي الive والor والer عندي دول هنا ايه الive تحول من الفعل الى صفة الفعل عندي create هنا بقت creative بقت يبدع بقت مبدع أو مبتكر عندي الor تكون الاسم من الفعل عندي compete compete اللي هو ينافس competitor المنافس عندي spectator يعني يعني المشاهد او المتفرج او المتفرج طيب عندي عندي بعد كده اه اي ار اه طبعا انتم كل الاسم الفعل عندي organize organizer win winner lose loser وكذا بعد كده نيجي نحل بعد كده الجزء الاخير وكل عام وانتم بخير وبعد كده نلتقي في فيديو لاحق بعد كده choose the correct answer from a b c or d another word for the word champions is في كلمة تؤدي نفس المعنى كلمة champions عندي losers defenders attackers winners طبعا هنا winners بعد كده نمبر two الصفة من الفعل create creates creative creation creator طبعا الصفة عندي creative عينك فوق هتلاقيه هنا بعد كده عندي نمبر three the word space has the same meaning the same meaning عن نفس المعنى as the word workers الworkers اللي هما الستاف لكانتست competitor champion and staff بعد كده عندي نمبر four to give the opposite of the word possible possible we add the prefix عشان تجيب عكس possible بتحط ال prefix a i n or u n or dis or i m طبعا عشان نجيب عكسها تبقى i m عشان تبقى كلمة impossible كده انتهينا من الفيديو الثالس في الوحدة الخامسة وصوري انا صوتي انا قلتلكم في بداية الوحدة التسجيل انا اسف يعني ولكن احنا سجلنا الفيديو مرة واحدة اشكركم والتقى بكم في فيديو جديد اللي هو يكون زمن المدارع التام مع yet